اهلا فيكم برج الحمل. طبعا الطاقات مفتوحة يعني ممكن تنطبق عليك القراءة اكتر من شهر ولكن نحن رح نوجه الطاقة لمدة شهر واحد. فرح نشوف شو مستنيك يا برج الحمل. القراءة رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع. وايضا تقبل العكس. يعني ازا انت عم تتابع لبرج الحمل. ممكن تشوف انه بعض الاشياء اللي بحكي عليها او بعض الطاقات يشابها لطاقتك او بتنطبق عليك. طيب اول اشي رح نبلش بطاقتك انت. لهالشهر. رح نشوف شو هي طاقتك انت. اه برج الحمل انت في حاليا بمطرحة متحس انك اه بدك تختار او في عندك اه اشي معينة عم تحس انه انت عم تبدل طاقة في اه بزيادة او عم تبدل مجهود فيه بزيادة. بعلاقتك الحالية عم تحس انه انت عم تحط مجهود اكتر من الشخص اللي انت عم تتعامل معه. مش عم تشوف انه في عدل وموازنة بالاخذ والعطا. هم تحس انه وصلت الى مرحلة بدك تفكر. لانه الوضع مسبب لك اه تجوج عاطفي. فوصلت الى مرحلة بدك تفكر. اه العلاقة بتستاهل. اللي انت عم تحط فيه المجهود اللي انت عم تحط فيه. لانه عم شوفك ايضا دفاعي بهالفترة. دفاعي كتير. وعم شوف انه اه الحكي او المناقشات مع الشخص اللي عم تتعامل معه اه طاقة كتير اه حادة. مع انك في مشاعر تجاه الشخص الى انه اه الوضع من الناحية يعني الذهنية او العقلية مسبب لك كتير توتر. وكتير شوشرة. فانت عم شوفك قاسي باتخاذ القرارات مع هالشخص. اه عم شوفك وصلت الى مرحلة بتحس انه فاض فيك الكيل او بتطلع تتحمل اكتر. ايضا بتحس ان القرارات اللي عم تتخذها. انت راضي عنها. اه انت راضي عنها لانه اه اه عم تحس انك عم تطلع منتصر من الوضع اللي انت فيه. منتصر اه العلاقة. راضي عن اختياراتك. ممكن بالتواصل بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه. فيه شوي طاقة لاعبية او او انت عم تستخدم السلوب معه بالحكي. عم يعود اليك بالنتيجة اللي انت بدك اياها. يعني عم شوف انت قادر كتير تفهم عقلية الشخص اللي انت معه. وبتعرف كتير كيف توصل الى النتيجة اللي انت بدك اياها مع هالشخص. يعني برغم انه فيه اه حب ومشاعر بينك وبين هالشخص. الى انه انت مثل ما حكيت لك وصلت الى مرحلة بتحس انه انت يعني بطل في عندك القدرة تعطي اكتر. فوصلت الى مرحلة اختيار قرارات صائمة. بالنسبة الا طاقة اه الشخص اللي عم تتعامل معه. طاقة الحبيب. طاقة الشريك. طاقة الشخص اللي انت عم تفكر فيه. عم شوفوا اه عم يحط برسونة معينة او عم يحط ماسك معين بالعلاقة. عم يظهر للك بطريقة او بشخصية غير اللي هو يعني غير شخصيته الحقيقية هالشخص. اه ممكن عم شوفوا كتير متردد كتير متحفض ايضا كتير بيحبه يكتم على مشاعره. ولكن هو ما عم شوف ويته انه يظلمك او اشي. عم شوف انه شوي دفاعي. شوي متحفض اكتر من ما هو اه اجرسيف او اكتر من ما هو هجومي. عم شوفوا متحفض اكتر على مشاعره. يعني ممكن انت تكون طاقتك متهوري اكتر. ممكن انت اه تكون انفعالي اكتر. هالشخص عم شوفه مش هيك. عم شوفه متحفض اكتر على مشاعره. في اشي كتير اه بدور في راسه بيحب يحكيها ولكن مش عم يحكيها. بيشوفك اه هالشخص حاليا محضوط بمطرح في ايضا امامه عدة اختيارات من الناحية العاطفية. بيشوفك على انك امنية. وعم شوف انه مشاعره يعني المشاعر الظاهرة اللي عم بيورجيها لالك عكس اه عكس مشاعره الداخلية وعكس ما يحس فيها الشخص بعقله الباطن. لانه بيشوفك امنية بالنسبة لاله. ايضا في عنده عرض حب بده يقدم لك يا او في عنده عرض حب بده يحكي فيه لالك. او حتى في عنده مشاعر هو متردد جدا انه انه يحكيها لالك. لانه بده يظهر بصورة معينة. بده يظهر بشخصية معينة هالشخص. فعم يبين انه هو متمكن عم يبين انه هو الوضع مش كتير مؤثر فيه. ولكن اه في العقل الباطني عم شوف المشاعر عنده اكتر من عندك. عم شوف انت بطاقتك اكتر. بطاقتك النارية اكتر. وعم شوف هو من جوه. ممكن يكون اه البرج اللي عم تطعنه نوعه برج مائي. او في عنده كتير طاقة مائية. ولكن عم شوف هو حاليا ممكن انت مركز اكتر على اه مشاريعك وانجازاتك اكتر من من هو. عم شوف هو بعقل الباطن كتير مركز على العلاقة اللي بينكم. ايضا المشكلة اللي بينكم او مواحد من اسباب الخلافات اللي بينكم. انه في امور كتير مش عم بتحكو فيها. عم تطاولوا بال بالموضوع فيها. في اشي كتير عم تأجلوا. عم تأجلوا الحديث فيها. سبب التأجيل او سبب انه في اشي كتير مش عم بتحكو فيها. هي اللي عم تقدي الى مشاكل بينكم بالتواصل. لانه فيه طرف منكم عم يحس بكسرة قلب. يعني فيه حدا منكم اه مجروح. وايضا اه من الاسباب اللي ممكن تكون فيه بينكم اه فيها خلافات اسباب مادية او مش بالضرورة مادية ممكن تكون اسباب فيه عدم القدرة على الالتزام من طرف معين. ممكن انت ممكن هو الطرف. ولكن فيه شخص ما عنده القدرة على الالتزام. عم يماطل. عم يماطل. عم يعني. عم يجر الموضوع اكتر مما هو مستاهل. عم شوف انه البدايات بينكم. اذا للبعض بينكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص. الاشي اللي مسبب مشكلة حاليا انه ما في بدايات جديدة بينك وبينه. يعني انت بدك بداية جديدة وهالشخص بده بداية جديدة ولكن ما في اي اي خطوة تتخذوها لانه انتو الاثنين يعني كل واحد يعني كل واحد عم يحاول يمشي كلمته او بده يكون الشخصية الاقوى بها العلاقة. ففي بينكم شوي صراع على السلطة بصراحة يعني انت بتحب انه كلمتك تكون مسموعة وايضا هالشخص بيحب انه كلمته هو ايضا تكون مسموعة. بالنسبة لو خطوتك انت في المستقبل او شو اللي مخطط له انت عم شوفك اه مركز كتير على على جسمك ايضا يعني ممكن في اشي عم تفكر اه تغيرها. ممكن تغير داية طريقة اكلك. اه ممكن تتبع حمية غذائية جديدة. اي شي بيتعلق بجسدك. عم شوف ايضا مركز انت كتير على مشروع انت باشونت فيه او فيه عندك شغف لهالمشروع اللي بعم تشتغل عليه. ايضا بتفكيرك او بخطوتك للمستقبل عم تفكر باشي فيها اه النوع من الالتزام او نوع من الارتباط. عم شوفك عم تبحث على ارتباطه على اه او وضع موزون يعني البعض منكم برج الحمل بده يستقر. شوف انه بدك تستقر. ايضا بما يخص العلاقة وبما يخص الشخص عم شوف انك راح تاخد موقف حيادي اكتر. بمعنى انك مش راح تحكي في فيه اشيه راح يكون بدك تتهوي او بدك تحكيها. ولكن عم شوفك مش راح تحكي في المستقبل. راح تحاول تكون متحفظ اكتر. مشوف ايضا راح تكون اكتر او راح تكون اجتماعي اكتر. بدك تطلع مع يعني مع اصدقائك او بدك تكون شخصية اجتماعية. ما عم شوفك منعزل خطوطك القادمة راح تكون منعزل او راح تكون ملطوي على لحالك. عم شوفك راح تكون شخص اجتماعي اكتر. بالنسبة لشخص اللي عم تتعامل معه. عم شوفه اكتر في رحلة بحث عن الذات. discover your life purpose. بدو يكتشف هالشخص شو هدفه من الحياة. يعني فيه امور هالشخص حاليا عم يفكر فيها. اللي هي شو هدفه من الحياة. روحانياته راح تعلق اكتر. هو عم شوفك انت مركز على امور ارضية على شغلك على عملك. عم شوفه هو اكتر مركز على امور روحانية اكتر. هلا هاي الكرت الوحيد اللي اطلع مقلوب عندي. ف تحرك الى الامام بس بما انه اجت مقلوبة عم شوف انه الشخص حاليا ما في عنده او خططه القادمة ما رح يكون فيها تحرك كتير الى الامام. عم شوفه عم يمر بالتغيرات جذرية. تغيرات داخلية. ولكن اه التغيرات هي الاشي الوحيد اللي رح اه تود عليه بالرضى النفسي. او بالرضى الذاتي. لانه في امور ما بتوقع هالعلاقة ممكن اه تحلها او التواصل اللي بينك وبينه ممكن يحلها. لانه في اسئلة شخص اللي عم يسالها بتطلب انه يفوت جوه حاله يسال اه يسال حاله هو شو شو بده الى الامام? لانه مبين انه هو ما في عنده خطة او ما في عنده اه خطه مرسوم الى الامام? في عنده اه كتير بارانوية. كتير مخاوف داخلية. كتير شكوك ممكن بيكون بيشك فيك بيشك بالعلاقة. اه بيخاف من طبيعة العلاقة انه ما تنجح. في عنده كتير مخاوف داخلية هالشخص لازم يشتغل عليها. همشوفه ايضا. عم مستني لخبر منك. خطوته يعني بالمستقبل في عنده مستني الى رسالة او خبر معين هالشخص. بيجوز مستني خبر منك. لانه ما عم شوف انه طاقته يعني عم يتحرك او عم يمشي الى الامام. عم شوف انه هو في رحلة بحث يعني عن الروحانيات. وايضا ما في تقدم عنده الى الامام. في عنده تغيرات الجذرية راح تصير. وعم يستنى الى خبر معين او راح يكون وضعها. اه مبين الانجذاب الجسدي بينكم اه كتير عالي. ممكن انت او الشخص اللي عم تتعامل معه جسديا اه منجذب اليك كتير بطريقة كتير عالي يعني. ولكن اه لسه في مخاوف. لسه في طرف منكم في المستقبل راح يكون اه لسه خايف ومتردد او متخوف ومستقبل العلاقة. امشوف ولكن بينكم لانه دي ستار عندك هالكارت ايجا مرتين هون وهون. فعم شوف انه الامور اول اشي راح تتغير بينكم في المستقبل لانه عندك اه ويل اوف ووتشن. وهاي بتحكي عن تغيرات دائما مستمرة. فالوضع اللي انتو فيه راح يتغير. اذا وضعك منيح مع الشريك او مع الحبيب اللي عم تتعامل معه حاليا. بدك تنتبه من الامور انه تتغير تحاول تكون مرن قدر المستطع. والبعض منكم اللي مش عم يحكي مع الشخص او مع الحبيب الامور راح تتغير هون. راح يصير في حكي لانه في عندك ايضا عارض حب. وعندك the world card ايضا. يعني فيه راح يصير اكتمال دورة بينك وبين هالشخص او اكتمال كارما او العجلة اللي بينكم. راح يصير فيه توضيح لامور كتير عديدة بينكم. هالشخص بيشوفك امنية. فيه ولكن شوي من المخاوف راح تكون بينكم. ولكن همشوف الغالبية انت يا برج الحمل هون. يعني الامان العاطفي معك هالشخص. فعمشوف انه ازا للبعض منكم ازا ازا فكر يرجع لك هالشخص انت راح تقدم له نوع من مثل اليد المفتوحة. او راح تاخد هالشخص بالحضن يعني. ورح تتقبل منه. وانه امشوف ايضا انه هو بيشوفك العالم يعني بيشوف انه عنده ممكن تقدم له كل اشي هو بيريد. وايضا عندك كما حكينا فيه تغيرات راح تصير بالمستقبل. يعني الطاقة المشتركة بينكم اه طاقة كتير ايجابية. امشوف انت وضعك احسن طاقتك احسن بمعنى انه انت عم تتحرك السرع من هالشخص. امشوف هالشخص طاقته شوي شوي بطيئة. يعني حتى خطوته بالمستقبل ما فيها كتير تحرك او تقدم الى الامام. ولكن الطاقة المشتركة بينكم الاوضاع بالتأكيد راح تتغير بينكم. اوكي حباي ببرج الحمل. بتمنى القراءة تكون عجبتكم وفادتكم. اذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك و كومنت شير وسبسكرايب. ان شاء الله راح شوفك في فيديو القادم. شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة